في تعز أكد المحافظ نبيل شمسان أن اختيار الأمم المتحدة للمحافظة لتكون أنموذجا لتطبيق خطة الإطار الاقتصادي للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى التنمية المستدامة يؤكد المكانة المتميزة والبيئة الملائمة لنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها في اليمن من جهتها استعرضت السيدة كروس جونسون المستشارة الاقتصادية للممثل المقيم تحليل خطة الإطار الاقتصادي للفرص والتحديات والهادفة إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى وضع حلول جديدة ومستدامة لتحسين سبل العيش وتنشيط الاقتصاد حضر الوشة 30 منظمة ووكالة أممية وبوكلاء المحافظة ومدير المكاتب التنفيذية ومدير المديريات والمجتمع المدني